اشتركوا في القناة 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 وعندها ستايلها الخاص بها وبس كتبقى أنا عندي طبعاً ما شاء الله وهم كلهم بس كتعجبني كيعجبني صوت دنيا باطمة كتير تواصل مع دنيا؟ بعد ما دعمتني وبعد ما حطت أغنيتي في الإنستغرام عندها وقالت دعموها الفنانة صارت في معرفة عن طريق صديقتنا ثالثة وكتشفت أنها من أطيب الناس وصدق أنها تدعم أي مغربي سواء في أي مجال كيفما كان بتدعمه وكيفما قلت لك وصديقتنا الفنانات التانية كلهم واللي منهم هيكونوا إن شاء الله بكرة معنا في الفاشن شو بعشق صوتهم وبعشق ستايلهم بدتي بوحدة الأغنية مصرية وتعاملتي فيها أيضاً مع فادي حداد تكلمين على تجربة وشلقات الصدى اللي بغيتينتي الأغنية طبعاً كيفما قلت أغنية هي مصرية وتم إخراجها في بيروت عن طريق المخرج طبعاً المبدع فادي حداد الأغنية عملتها الستايل والأسلوب اللي أنا بحب كتير اللي هو الرومانسي بس عملت ستايل فكرة ستايل موسيقى جديد شيئاً ما اللي بيسموه الأندرغراوند ولقيت نفسي طبعاً كيفما قلت لك لقيت نفسي فيها الأغنية وأنا ديماً بميل للأغاني هاي الشكل من الأغاني طبعاً أنا ماي آيدول أكيد هي فنانة شيرين وفنانة أنغام هذولة الاتنين أنا بموت فيهم ومتأترة كتير بالشكلهم وفي ستايلهم كيفما قلت لك الأغنية ستايلها توزع في مصر والمغرب أكتر في مصر بحكم أنها أغنية مصرية ولقيت الحمد لله الحمد لله استحسان كبير من جمهور المصري ومن المغربي الحمد لله الناس كتتواصل معي يومياً حتى أنا يعني الحمد لله فرحانة ما كنت متوقعة أنه الناس هت تعجبها الأغنية وتتواصل معي بهذه الطريقة الحمد لله وهذا خلاني وشجعني إن شاء الله أنه ندير أغاني تانية بأيد ممه تحضري الأغنية مغربية قريباً نبغي أن نعرفوا معلومات عليها ومع من تعاملتي فيها وإم ستحضريها وإلا بغيتي على السلطانة تعطينا أكابيلا يعني مقطع قصير حصرياً على السلطانة الأغنية المفروض نجهز لها يعني وصلها لأنه توزيع إن شاء الله ومسترينج أغنية بيكون الفكرة إن شاء الله هيكون فكرة جديدة شوي شيئاً ما هيكون أغنية مغربية بس هيكون في دويته دويته مع فنان من الخليج ما غنقدرش نعلن على اسمه لحد ما كل شيء يتأكد مية بالمية لا مش تنقل ها تكون أغنية إن شاء الله مغربية لكن بصوتي وصوتي يعني مؤفنان من الخليج شاب من الخليج يعني هذا المفروض هلا يعني وعلى اساس هنزل 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 مقطع قصير بالله هنزل 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 فرحاء كتير هنزل هنزل بأغنية عجباني بعيد هنزل نري مقطع بعدنا نستغل على الاسم نحن حيرين في كتير اشياء في الاغنية لسه أنا كيف ما قلت لك تعتبر لسه لسه باقي لها شي 40 بالمية على ما تخلص إن شاء الله وأكيد أول ما يكون عندي الاسم أو شي أول حدة نقوله قناة سلطانة حبيبتي طيب هند بما أنك يدخلت المجال الفني كيبغي اهتمام طبعا اختيارات تكون جميلة أيضا اهتمام بالمظهر بالشكل يعني بشكل كبير لأنك كتولي فنانا كتولي يعني اسم معروف يعني انتي في بلد طبعا اللي متقدمان بغلو نعرفوا هند الاهتمام ديرك بالشكل ديالك انتي معا قوضيت جميل فيت عملتي عمي جميل يعني وش إنسان متصالحة مع نفسه وتقدرت تقول لنا أكيد لازم أي بنت سواء حتى لو كانت سيدة عادية مش في الأضواء ولا لازم أكيد تهتم بنفسها فما بالك إذا إحنا اللي بنبان للناس والأكيد لازم كون ديمن على أحسن فأحسن مظهر أكيد بخصوص عمليات تجميل عمري ما عملت شيء أنا حتى في صوري يعني أنه قبل وبعد وبحكم يعني ولا شيء أعملتم إلا الإشياء اللي هي المفروض ما نقول عليها تجميل أكيد أنه رتوشات أو شيء للبنت واهتمام بالبشرة أكيد هذا شيء مهم جدا عندي ما في شيء لكن أنا مع التجميل مية بالمية إذا في شيء محلو وبدك تجمله أكيد تجمله وأنا معاه أكيد إن شاء الله إذا توفق لك هين ذو طبعا خير الكلمة المتابعين ديالك من خلال قناة سلطانة كان أحب أن أشكر كل متابعيني عبر قناة سلطانة وكان أريد أن أقول لحبايبي شكرا لكم شكرا لدعمكم وكل شيء يوصلني الحمد لله وترقبوني إن شاء الله في أغنية مغربية بإذن الله ونتمنى أنها تنال إعجابكم يا كريم قبل ما تخرجوا لا تنسوا تقابونا وفلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تقابونا